في عنق الزجاجة محشوراً فلا هو الخارج منها ولا هو المدفوع إلى داخلها لكم يبدو عبد المهدي في موقف لا يحسد عليه وقد رأس حكومة تعصف بها الصراعات السياسية وتعكف على تسيرها الميليشيات وتنكث اليوم ما غزلته بالأمس عندما كانت الوعود رنانة وكبيرة أحد تلك الوعود كان إنهاء المحاصصة الطائفية المبدأ الذي بنيت عليه العملية السياسية برمتها سرعان ما فند هذا الوعد بالتشكيلة الحكومية ثم عاد مرة أخرى عبد المهدي ليقفز داخل نافذة المحاصصة عبر مكاتب المفتشين العامين تلك الأزمة الآخذة بالتصاعد بعد رفض البرلمان تعيين عبد المهدي عدداً من المفتشين العامين في الوزارات والمؤسسات في تحدي لقرار لمجلس النواب في آذار الماضي ألغى فيه مكاتب المفتشين في الوزارات حيث ابتدى عبد المهدي حزمة قراراته بتعيين القياد في ميليشيا بدر زياد التميمي مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع مصادر في البرلمان تحدثت عن إجراءات لمواجهة قرار عبد المهدي باستمرار عمل مكاتب المفتشين لسيما أن عملهم باطن قانونياً فكيف لحكومة أن تراقب نفسها؟ وهذا ما دفع نواباً عن تحالف سائرون لتقديم طلب لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ينص على إلغاء قرار عبد المهدي بالتعيين سبعة مفتشين عامين جدد قرار عبد المهدي وصفه النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري بأنه دليل على النفوذ الحزبي في العمل الحكومي ومخالف صريحة لحديث الحكومة عن محاربة الفساد فضلاً عن بطلان القرار دستورياً مراقبون للمشهد أكدوا أن خطوة عبد المهدي هي عودة للمحاصص الضيقة وبطريقة عشوائية أكثر لسيما أن الكثير من المفتشين العامين تحوم حولهم شبهات فساد ورشاً ولم تقدم مكاتبهم أي جدول عمل واضح خلال السنوات الماضية صراع البرلمان وعبد المهدي قد يكون مقدمة لصراع أشرس بين شركاء العملية السياسية فاحتكار تحالفي سائرون والفتح للمناصب برأي المعنيين أثار ضغينة بقية الأحزاب التي استبعدت من الكعكة ما ينبئ بحكومة قد تكون الأقصر عمراً في حكومات ما بعد الاحتلال مع اشتداد الوطأة داخلياً واصفاف المحاور إقليمياً اشتركوا في القناة